قامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة وذلك في إطار زيارتها للمدينة للمشاركة في فعاليات المنتدى البرلماني الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن خلال الزيارة تفقدت وزيرة التجارة عددا من الوحدات الانتاجية بالمجمع الذي يقع على مساحة أربعين فدانا ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر يشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيموية ومواد بناء كما تبعت وزيرة التجارة حركة الانتاج بالوحدات التي بدأت الانتاج الفعلي واستمعت إلى بعض التحديات التي تواجه المستثمرين